بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأحباء أهلا محركوا في بديو قديم اتكلمت محركوا قبل كده وقلت إن الإنسان مواقف وممكن موقف بسيط جدا تعمله يكون سبب في إن الناس كلها تحبك والناس كلها تلتف حواليك ويكون فتحة خير عليك كمان موقف بسيط ممكن تكون أنت بتعمل الموقف ده بعفوية شديدة جدا ومن غير ما يكون في أي أصد من وراء بتعمله بتلقائية شديدة ولكن سبحان الله يكون هذا التصرف البسيط جدا سبب في نقلة في حياتك أو إن الناس كلها تلتف حواليك وتحبك عم ربيع أبو حسن باقع البرتقال البسيط اللي عنده يعني فرشة زي بيتقال كده في الشارع راجل قاعد بيه البضاعة بتاعته بالبرتقال اللي بيبيعه في الشارع الراجل ده أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي كلها نتيجة التصرف بسيط جدا في أداءه ولكنه عميق جدا في الرسالة اللي بيقولها يعني التصرف نفسه بسيط جدا ولكن الرسالة والعمق والهدف من وراء عميق جدا 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 زي ما حرقوا شايفين في الفيديو اللي أنا بعرضه هو ده الموقف اللي عمله الحج ربيع أبو حسن أو عم ربيع أبو حسن باقع البرتقال البسيط واللي بيسابه تصدر الترند بشكل كبير جدا وده ترند محترم بقى يعني أنا دايما بطلع أن تقد فيه الترندات ولكن ده ترند محترم لأنه تصرف شهم تصرف فيه يعني إيثار كده للنفس تصرف فيه جمال تصرف فيه روعة تصرف فيه عفوية جميلة تصرف بيعكس المعدل الحقيقي لهذا الشعب حتى الناس الغلابة اللي في هذا الشعب يمكن دول أكتر ناس بيعبروا وأكتر ناس بيدحوا وأكتر ناس بيعتوا أو بيدوا الناس الغلابة اللي في هذا الشعب هم أكتر ناس عطائين بجد والله فعلا دي حقيقة الراجل ببساشة جدا لما شايف شاحنات المساعدات المتجهة الى غزة وطبعا هو شايف الاوضاع وشايف اللي بيحصل هناك ما قدرش انه هو يتمالك نفسه وهو طلع قال كده على فكرة هو قال كده في مدخلة مع الاعلامي عمر قديم قال انه هو ما قدرش يتمالك نفسه مجردا ما عارف ان في حاجة رايحة عندهم رايحة عند اخواتنا الغاليين ربنا يحميهم يا رب وينصرهم قال اللي انا ما قدرتش اللي انا امسك نفسي وعمل التصرف اللي حركوا شايفينه ده انه بدأ انه هو ياخد البرتقان بتاعه البضاعة اللي بيبيحها وبيسترزق منها وبدأ انه هو يرمي عليهم عشان ياخدوه ياخدوه البرتقان ده يعني يكلوه كده كحتفال زي هو الراجل عمل المورودة من وجهة نظري لعدة اسباب ممكن يكون بيرمي لهم حاجة ياخدوها حاجة يقدر ان هو يديها لأهلنا في هذا القطاع المظلوم وفي نفس الوقت او بيرميها عليهم عشان احتفالا وابتهاجا بهم وانه هم كمان ياخدوا الحاجة دي يكلوها فيبقى هو عمل شارك بأي حاجة هو تخيله الراجل ده عمل كده لانه نفسه انه هو يشارك بأي حاجة حتى لو تصرف بسيط ولكنه كبير جدا 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 في محتوى وفي معناه فبيرمي عليهم حاجة نفسه ان حاجة يبعتها هو نفسه يبعت حاجة يبعت حاجة لأهلنا هناك فعشان كده قلت الحركة ان الفقراء هم اكتر ناس بيضحوا واكتر ناس بيمنحوا وبيعطوا اكتر ناس يعني ما عندهمش اي منع ان هم يعني يضحوا بكل شيء موجود عندهم اللي عملوا الحج ربيع ابو حسن ده في هذا الفيديو الجميل العظيم يعني اللي بعتبره يعني يعتبر فيديو العام فعلا تصرف بيعكس معدن هذا الشعب بجد معدن الشعب المصري بجد لان زي ما انا قلت الراجل ده لا كان في الماغو شهرة ولا ترند ولا الكلام ده كله الراجل الشحلات معدنية بدأ يرمي عليها البرتقان بشكل تلقائي وبشكل طبيعي اجمل حاجة في هذا التصرف يا جماعة هي التلقائية والطبيعية في تصرف هذا الرجل اجمل حاجة وزي ما انا قلت راجل غلبان وقعت ده اكل عيشه البرتقان اللي هو او البرتقال اللي رمى على العربيات ده ده اكل عيشه ده اللي هو المفروض بيبيعه عشان يأخذ او يتكسب من وراه تخيلوا بقى انه ضحب قد ايه رمى قد ايه على هذه السيارات عشان خاطر مجرد بس انه يحس انه وصل حاجة لاخوتنا هناك وفي نفس الوقت تحية وتقدير للناس القائمين على هذا الامر الناس اللي سيئين العربيات عشان قتل يوصله المساعدات طبعا من ضمن الاشياء الجميلة ان في احد رجال الاعمال تبرع او قال انه هو يمنحه رحلة حج الحج ربنا هيجعله يعني حج مقبول ان شاء الله ويكون العمر ده في ميزان حسناته ان شاء الله وهيعمل له كمان محل عشان يبدأ ان هو يبيع في البضاعة بتاعته فقلتلكم ان تصرف بسيط زي ده وعفوي تم التقاطه بالكاميرات اللي هي تعتبر انا شايف ان الوقتي وجود الكاميرات في ايد الناس ده امر بقى جميل جدا وراهيب جدا ورائع جدا ان اي حاجة ممكن تتصور اي لحظة لحظات جميلة وعظيمة زي كده احنا صورناها وسجناها وكلنا بنتكلم عنها انا شخصيا بتكلم عنه هو لانه ده فعلا تصرف عظيم وترند انا افتخر بيه انا بقى شخصيا افتخر بيه مش الترندات بقى الفارغة بتاعت الوقت الكشري وحديدة والاشكال لا دي كلها دي في مسبلت التاريخ لكن ترند زي ده انا اخطه على راسي ترند زي ده اخطه على ان تصرف محترم من شخص محترم عشان قضية غلي علينا كلنا وبيعكس زي ما انا قلت معدن الشعب المصري الاصيل فعلا يعني وبيورينا زي ما انا قلت باردوك ان الفقراء هم اكتر الناس بيدوا اكتر الناس بيعطوا اكتر الناس بيدخوا فكل التحية من خلال هذا الفيديو القصير ليه عم ربيع ابو حسن ربنا يديله الصحة يا رب انا ببعت له كل تحية وتقديم من خلال هذا الفيديو واتمنى ان كل الناس تحذوا حزو وان كل الناس تعمل زيه وانا عارف ان كل الناس والله عارف شعور الناس والناس معندها استعلان كبير جدا انها تضحي بكل شيء عشان خاطر تساند اخواتنا في هذه المحنة الصعبة اللي هم موجودين فيها حبيت بس لقدم لحركوا هذا الفيديو انا بعمل فيديو سريعا عشان انسجله على القناة ليه شرف ان يكون هذا الرجل موجود بالفيديو بتاعه على القناة بتاعتي انا بس حبيت ان انا سجل هذه اللحظة واقول لحضركوا على هذا الموقف الشهم الجميل من هذا الرجل العظيم عم ربيع ابو حسن ربنا يديله الصحة اللي انا زي ما قلت بتوجه له بكل التحية من خلال هذا الفيديو اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا